أخيرا عادت خدمة الاتصال عبر الأنترنت بالصوت والصورة واستبشر مروان وأصدقاء خيرا بعودتها بعد عشرة أشهر من حضرها في المغرب قرار الحضر ذاك أتار غضب مستعمل شبكة الأنترنت وأتار موجة احتجاجات كان من أبرزها رفع نقارات الإعجاب من صفحات شركات الاتصال المغربية الثلاث من مواقع التواصل الاجتماعي وحملات لإطفاء الهواتف النقالة لأيام متفقين عليها هو استرجاع الحق العديد من المغاربة وتذكير العديد من الناس أنه لمواقع التواصل الاجتماعي تصنع التغيير الشبان الغاضبون رأوا أنه عزل افتراضي للمغرب عن عالم يشهد تطورا يوميا في تطبيقات التواصل وأيضا حرمان لبعضهم من فرص الشغل التي تعتمد على تقنية السكيب مثلا لإجراء مقابلات العمل وكالة تقنين الاتصالات في المغرب بوصفها الجهة الرسمية المشرفة على الانترنت ووسائط الاتصال عقب رفع الحضر قالت إنها تابعت منذ أشهر عدة النقاشات حول الموضوع وبأن القرار أيضا يستجيب لمتطلبات تطور قطاع الاتصال والتكنولوجيا فيما يربط خبراء عودة الخدمة إلى خسائر اقتصادية تكبدها المغرب نتيجة عزله إلكترونيا بوصفهم هذا الحضر مس بالخصوص الشركات الصغرى والمتوسطة التي حرمت من إمكانية تقنية التواصل هذه وأيضا مس الشركات المستطمرة في قطاع التكنولوجية الحديثة كما مس أيضا الأفراد العاديين الذين حرموا من هذه التقنية ونحن نعرف بأن المساس بمصالح المستهلكين الصغار يؤثر بشكلنا وبآخر في الدينامية الاقتصادية للبلد ككل وربط مراقبون قرار رفع الحضر احتضان المغرب لقمة المناخ العالمية في مراكش غير أن إقالة مسؤولين من داخل وكالة تقنين الاتصالات فضلا عن خسائر اقتصادية محتملة شكل ضمانات اطمئنان في أنه رفع لا رجعة فيه إذا سند قرار الحضر لدى شركات الاتصال الثلاثة في المغرب على غياب الربح والمنافسة الحرة واستند قرار رفعه على مواكبة تطورات أسواق الاتصالات الدولية فالسؤال يتركز حول البدائل التي ستنهجها شركات الاتصال مستقبلا لتعويض الانخفاض في إراداتها عقب رفع الحضر فاطمة بو عنبور الحرة الرباط